موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة السابعة والخمسون من برنامج تعليم الفوريكس استراتيجية مؤشر خطوط البولينجر العنوين 1. المقدمة 2. استراتيجية مؤشر خطوط البولينجر 3. نقطة الدخول إلى السوق 4. الرموز القابلة للتداول 5. الأطر الزمنية 6. مناطق الشراء والبيع المقدمة أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة السابعة والخمسون من برنامج تعليم الفوريكس حيث سوف نتناول خلالها موضوع استراتيجية مؤشر خطوط البولينجر 6. وتفاصيلها المذكورة أعلى 7. كما سوف نقدم لكم بعض المعلومات المفيدة الأخرى على صلة بموضوع حلقاتنا قيد المناقشة مثل علاقة هذه الاستراتيجية بأنواع الشموع اليابانية وكذلك كيفية وضع أسعار حد إيقاف الخسائر وأسعار حد جني الأرباح 7. استراتيجية مؤشر خطوط البولينجر 8. مؤشر خطوط البولينجر يمثل استراتيجية رائعة في السوق ذات الاتجاه المحدد حيث يستخدم الخط الوسط العائد إلى مؤشر المتوسط المتحرك الهائل أو السريع في سياق نشاطه التجاري 9. إن استقرار الأسعار فوق الخط الوسط وظهور إحدى الشموع اليابانية ذات الأهمية الكبرى سوف يؤديني إلى خلق إشارة هام لتفرض نفسها على الساحة 10. أهم أنواع الشموع اليابانية المعتمدة والقوية من أجل إبرام الصفقات البيع عبارة عن شمعة السحابة القاتمة شمعة البلاعة شمعة النيزك أو الشهاب 11. أهم أنواع الشموع اليابانية المعتمدة والقوية من أجل إبرام صفقات الشراء عبارة عن الشمعة الباردة أو شمعة الخط النافذ شمعة البلاعة شمعة المطرقة أو الهامر 11. نقطة الدخول إلى السوق 11. يمكن القيام بتحديد النقطة أو سعر الدخول إلى السوق وفقا لمبادئ فعالية الشموع اليابانية 12. وبالتالي فينبغي على المتداول أن يقوم بإصدار أوامر التدول المتعلقة بالبيع أسفل الشمعة في حالة الاتجاه الهابط 13. كما يتعين عليه القيام بإصدار أوامر التدول المتعلقة بالشراء أعلى الشمعة في حالة الاتجاه الصاعد 14. الرموز القابلة للتدول 15. يمكن الاستعانة باستراتيجية مؤشر خطوط البولنجر بغية القيام بتدول كافة الرموز سواء أكان اتجاه أسعارها صاعدا أم هابطا 15. هذه الاستراتيجية تساعد المتاجرين خاصة عند تدول الدولار الأمريكي مقابل اليورو أو الجنيه الاسترليني وكذلك في حالة صفقات الذهب والفضة والنفط 16. إلا أنها تعتبر أكثر ملاءمة بالنسبة لتدول البترول والذهب 17. الأطر الزمنية 18. يتسنى للمتداول أن يستعين بهذه الاستراتيجية للعمل على كافة الأطر الزمنية إلا أن أفضل النتائج سوف تكون من نصب هذه الفترات 19. ساعة واحدة 20. أربع ساعات 21. الفترة اليومية وكذلك الفترة الأسبوعية 21. مناطق الشراء والبيع 22. نود أن نشرح لكم كيفية اكتشاف مناطق الشراء والبيع حيث يمكن أن تبرم صفقات الشراء عندما يتغلب الاتجاه الصاعد على السوق ونشاهد حالة رافضة في الخط الوسط مما يؤدي إلى خلق شمعة صاعدة قوية على هذا الخط كما ترون في الصورة 22. أما فيما يتعلق بإصدار أوامر التدول المتعلقة بالبيع فيمكن القيام بذلك في حالة الاتجاه الهابط عندما تظهر حالة استعلاء مؤقت صوب الخط الوسط مما يؤدي إلى خلق شمعة هابطة معتمدة على هذا الخط كما تشاهدون في الصورة 23. منصة متا تريدر 24. نريد أن نلقي نظرة في هذا الإطار على منصة متا تريدر لكي نضرب لكم أمثالا حتى يتضح الأمر فيما يتعلق بفعالية استراتيجية مؤشر خطوط البولنجر والشموع اليابانية 24. حيث نجد هناك مناطق خاضعة لسيطرة الاتجاه الصاعد الذي يخلق شموعا صاعدة في الخط الوسط وفقا لمؤشر المتوسط المتحرك الهائل أو السريع وذلك بعد حالة هبوط عابرة 25. تشاهدون هنا بأن الإشارة الأولى التي تدل على أفضلية الشراء تظهر عندما تتكون شمعة الرجل المشنوق قرب الخط الوسط 26. كما أن الأسعار تميل نحو الصعود إلى الأعلى 27. تحدث هنا حالة رافضة في الخط الوسط من جديد حيث يتكون نموذج صاعد يمثل شمعة المطرقة أو الرجل المشنوق 27. كما نشهد تكوين الشموع على خلفية اعتلاء الأسعار وهي تخضع خلال مسيرتها المستعلية للتقلبات التي تجعلها صاعدة وهابطة على الدوام وبشكل متكرر 28. هذه الاستراتيجية يمكن الاستعانة بها للعمل في العديد من المناطق التي تقع على اتجاه الأسعار 29. إن الاتجاه الصاعد متواصل في مسيرته بعد ظهور شموع قوية على الساحة 30. يوجد هناك نموذج آخر يمثل حالة الاتجاه الصاعد أيضا حيث تتكون شموع صاعدة على الخط الوسط مما يحي بإمكانية إصدار الآوامر المتعلقة بالشراء 30. فيما يتعلق بحالة الاتجاه الهابط يوجد هناك نموذج يمثلها لكن كما ترون فإنه ليس متكاملا حيث لم تتكون بعد شمعة مطلوبة أسفل الخط الوسط ولذلك من الأفضل أن نتجاهل هذا النموذج 31. إلا أن هذه المنطقة التي ترونها هنا تفتح المجال أمام المتداول بغية إصدار الأوامر المتعلقة بالبيع لأن الأسعار تقترب من الخط الوسط ويظهر علينا نموذج شمعة الملقاط أيضا حد إيقاف الخسائر 1. حالة الاتجاه الهابط ينبغي أن يتم وضع حد إيقاف الخسائر في إطار هذه الاستراتيجية بحيث يقع أعلى الشمعة الهابطة بواقع خمسة نقاط إلى خمسة عشرة نقطة وذلك من أجل إبرام صفقات البيع 2. حالة الاتجاه الصاعد ينبغي أن يتم وضع حد إيقاف الخسائر في إطار هذه الاستراتيجية بحيث يقع أسفل الشمعة الصاعدة بواقع خمسة نقاط إلى خمسة عشرة نقطة وذلك من أجل إبرام صفقات الشراء 3. حد جني الأرباح 1. عندما تبدأ إشارات البيع أو الشراء باستعراض نفسها على الساحة فيتم هناك احتساب النقاط التي تعادل طول الشمعة والذي يعرف باسم X 3. مما يمهد الطريقة أمام المتداول لوضع حد جني الأرباح حيث يعادل طول الشمعة 4. حالة الاتجاه الصاعد ينبغي أن يتم وضع حد جني الأرباح بحيث يقع أعلى الشمعة الصاعدة بما يعادل قيمة X 5. حالة الاتجاه الهابط ينبغي أن يتم وضع حد جني الأرباح بحيث يقع أسفل الشمعة الهابطة بما يعادل قيمة X 2. إذا كانت نماذج تقع على مسار حركة الأسعار مثل نموذج الرأس والكتفين أو نموذج القمة الثنائية أو نموذج القاع الثنائي 3. فيتسنى للمتاجر أن يستعين بها من أجل اختيار النقطة الملائمة لوضع حد جني الأرباح بما يعادل قيمة النموذج الذي يتكون على مسار الأسعار 4. للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش ضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني 5. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة